هذا الجزء الثالث من AngularJS سنشرح فيه سنكمل عملية sharing حاليا ما عملنا sharing بين controllers لكن سنعمل هذا الشيء من خلال من خلال الأشيء الجديد سنتعلمه اليوم سنفضل اليوم اسمه service ف سنضيف أول شيء data معينة داخل controller اللي هو first controller سنضيف data التالية على سبيل المثال سنضيف مثل data الموجودة داخل داخل second لكن سنسميها first first سنعمل first.grading سنعمل المسج حاليا ما بهمنا ما يكون المسج سنسميها ptr سنعمل كالتالي سنعمل شيء جديد باعتمد أيضا على الموديول اللي بكون موجود فيه .service سنختار اسم السيرفيس اللي سنتعامل معها على سبيل المثال سنعمل سيرفيس اسمها greeting اللي هي عملية اسم السيرفيس اللي سنستعملها داخل controller هنعمل function و هنعمل كمان الفنكشن هنسميها gr على سبيل المثال كالتالي هنعمل var greeting greeting يساوي this greeting this.message يساوي على سبيل المثال هنكتب هنكتب pointer ptr انه تكون data data هاي حتى نعملها مشتركة مع بين two controllers هنرسل greeting greeting هو اسم السيرفيس داخل الفنكشن هنبعث first.greeting يساوي greeting لكن لو اردت ان ابعث greeting لحق الوحدها لازم اروح اغير في في ال لازم اروح اغير في ال data الموجودة في first.html وفي second.html لو على سبيل المثال هنروح على first.html هنغير مكان first.greeting greeting هتكون first.greeting .message لانه greeting برجع لنا .message بمعنى انه greeting هنرجع قليلا ل main.js لاحظوا انه greeting greeting انا اخذت greeting greeting برجع لنا object greeting greeting.message بعرض لنا المسج فلاحظوا لو ما استعملت .message ctrl x ورجعت على ال code فاخترت كالتالي لاحظوا اعطاني مشكلة معينة عرض لي ال object كobject انه عرض لي اياها كobject لاحظة object فهنغير و هضيف ctrl z ctrl s وهون كمان هنضيف ctrl v ctrl s لاحظوا لما اجي اعمل 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 f5 refresh هون ظهر عندي ال object ما كان لها لكن هون ظهر عندي الكلمة الصحيحة اللي هي greeting هنشوف ايش المشكلة first. greeting.message first. greeting في ال input فانا ضفت فانا ضفت first. greeting وحاليا انا لو ارجع على اعمل f5 لاحظوا ptr ptr اللي هي data اللي بتكون موجودة عندي داخل first. greeting فعصبين المثال ما بترزمني انا هنا first. greeting لكن لو غيرت انا لو جيت غيرت ما كان first. greeting hello هيكون نفس النتيجة كمان في second.html احنا بعدنا second. greeting message في البداية لانه احنا اعملنا معها من البداية في هذه الحالة service مثل ما حكينا بربط اكثر من controller بعد ما نبعث احنا بنبعث service كبرامتر هون احنا بعثنا service كبرامتر داخل controllers واتعاملنا مع service مع service لو بعثنا هون dot message بشكل مباشر هنلاحظ انه greeting هاي اللي greeting اللي احنا ندينا عليها داخل first.html حاليا هتعطينا error هتعطينا error يعني لو انا كتبت اي شيء ما هيتطبك لاحظوا علا ما بكتب شيء ما برضى يكتب اي شيء لكن اه لو رحنا انتقلنا على first مرة ثانية وعملت داخل first ما بدي أي dot message ما بدي dot message وكمان ما بدي dot message فلو انتقلت مرة اخيرة وعملت refresh لاحظوا ظهر عندي الكود الصحيح الصحيح ال view الصحيحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة